السلام عليكم اتمنى تكونوا بخير وعلى خير صحة جيدة اليوم ان شاء الله سوف نتبار تأتي معكم وحدة فكرة جديدة فهذا الفيديو مكنتش مبرمجة هنا نزل لكم ولكن لما شويت الفلفلة بالطريقة الصحيحة ويعني طريقة اللي سهلت عليها الوقت والمجهود فبالتعلاش لما نقسمها معكم حتى انتم ما تستبدو منها ودائما نستبدو كلنا من هاد الاذكار هاد المعلومات فكيف ما كنتشوفوا معايا فالفلفلة كنقدروها كنخدموا بها وصفات كيف ما كنتشوفوا انا وضعتها هنايا كصلصة معجون كيجي اكثر من رائع وكذلك وضعتها بطريقة اخرى مشرملة بالنسبة للفلفلة الخضراء فبالنسبة لهذا الفيديوهات هاد و هاد الوصفات فاللي كيهمها الامر غادي نخليهم لها ان شاء الله في اخر الفيديو غا تشوفوا معايا طريقة ديال تحضير هاد المعجون هذا اللي كثير من الاخوات كيتلبوني فبالنسبة للفلفلة الطريقة الصحيحة اليوم غا تشوفوها معايا فانا عادة ما كانش الفلفلة كنغسلها كندهنها بشوية تزويتها اولا ما اندهنهاش كنحطها في اللاطة وتنضخلها الفران كاتشوة لما كتخرج تنضيرها في واحد البواطا وتنغطي عليها وتنخليها حتى تبرد عاد كننقيها وعاد كنزول هذه الزريعة اللي كتكون في الواسط فاليوم انا فكرت انني نزول هذه الزريعة وهي باقة خضرة قبل ما نطيبها فصراحة ان البنات هالطريقة هادي كتسهل علينا بزاف غادي تشوفو معايا كيفاش غادي نخلي وحدها هكا بالزريعة ديالها وغادي نحييت جوج غا نوريكم الطريقة كيفاش كنحييت لها هاد الزريعة اللي كتكون فيها وهاد المؤخرة ديالها فكنضغطو عليها وكنجبدوها على هاد الشكل وكنسوسها مزيان هاد الزريعة كنسوسوها حتى ما تبقاش فيها الزريعة فرا ممكن حتى نغسلوها بالماء من الواسط ونسقطروها مزيان هكا نضمنو ان ما تبقاش فيها حتى تشيح بديل زريعة ولما كنطيبوها وتنجي ونقشروها كنجينا ساهلا وكذلك طريقة التقشير حتى هي فطريقة التقشير كتختلف يعني اننا نخلي واحدة تبرد عند نقشروها واننا نتنقيوها وهي بقى ساخنة غير كنخرجوها من الفرن وتنقشروها فهنا كيفما كتشوفوه كنزول لهالزريعة كام لو هي بقى ما طعبتش بقى خضراء فالفرن انا شاعلته كيتخون على درجة حرارة ميتين وعشرين من الفوق ومن تحت فغدي نعمر اللاطا وكندخلا الفرن شوى ونرجع معاكم فانا هنا ما كنتش كنصور فهادي ما كنتش كنصور لما وجدت هالفلفلة هادي الخضراء اللي عندي فانا عندي الخضراء والحمرة دائما تنوجدهم تيكونوا عندي في تلاجة فلما خدمتها بهالطريقة هادي وحيت لها الاخر ديالها مع الزريعة ونقيتها كساخنة فكتجيني سهلة جدا فجتني اسهل طريقة نقدرون نوجدو بها الفلفلة ديالنا فانا كنت هنا يا غي كان نقاد فيها وانا نقول علاش لله ما نسجلهاش لكم وتشوفوا معايا بانها راه طريقة سهلة وكت يعني كتتخلينها هكا كان نخدموه في الوقت لي هو وجيز جدا كان ناخدوها في وقت لي سهل فانا صراحة عجبتني هالطريقة بزاف بزاف وقلت علاش لله ما نتقاس مهاش معاكم فانتمنح تانتوما تفيدكم هالفكرة هادي فكيف ما كتشوفوا ركنا نقيمها بسهولة و هي ساخنة و ما كتكونش فيها حتى الزريعة هانتوما انا كنقشرها بسهولة بكل اريحية كننزلها الجلدة ديالها وملي كنفتحها من الوسط ما تلقاش في هالزريعة وعكس اننا كنا كننقيا وهاي بزرري اعتقل و كننقيا شوفوا معايا هانتوما البنات هانتومارا صراحة فكرة فعلا مفيدة جدا 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 كل سيدة بيت نتمنى تكون انا فادتكم كيف ما كتشوفوا معايا فعلا ما نقيت الفلفلة الخضراء فوجدت الحمراء حتى اياه خرجتها من الفورن و كننقياها بكل سهولة وبالنسبة الوصفة ديال المرجون ديال الفلفلة فاللي بغت الوصفة واللي بقى ما شفتهاش انا اصبق لي و نزلتها على القناة اللي بقى ما شفتهاش نخلي لكم الطريقة ديال تحضير ديالها في اخير هذه الفيديو سنشرح لكم كيفاش كنوجدها كيف ما كتشوفوا كتنقى معنا بكل سهولة هانتوما وما تلقوا فيها لا زرعة ولا احتشي حاجة فانا بقيت كنكرر لكم لانا فعلا دهلتني النتيجة فعلا جاتني نتيجة رائعة جدا وهي اللي ستبقى معتمدة عندي ان شاء الله منا القدام ان شاء الله هانتوما ولما كنفتحوها هانتوما ما تلقوش في الزريعة اي لا لقينا غيش يوحيدها هكا تنحيدوها وصافي عكس اننا للقيناها عامرة بالزريعة كتبقى هكا تاخد منها واحد الوقت واحد المجهود كيف ما كتشوفوا معايا هنالففل الخضر اللي وجدت من قبل حتى هي ووجدتها هذي اللي اللي خليتها هكا بال باللخر ديالها و بالزريعة ديالها فاكا تاخد منها شوية ديال الوقت كيف ما غيرت تشوفوا معايا هانتوما خصنا نفتحوها وخصنا نبقى ونزولوا لها هاداك الزريعة كاملة هانتوما كيف ما كتشوفوا فانا فضلت انا نزول الزريعة ديالها في الاول وهكا تنحصلو على فلفلة اذا بعد ما كنا نقى هاد الفلفلة كاملة ونخليها تبرد وتتسقطر جيدا فكنا نوضعها حتى كتنشفرة يستحسن ان كنت بيتوها ليلة كاملة وهي كتتسقطر باش كنحصلو على واحد معجون اللي كيجي خطير جدا صافي هذي هذي كان سبق لي ونزلت هذي ماشية الفلفلة اللي وجده با فاستقطرتها مزيان كنخلي وهكا تكينزل من هاداك الماء كامل وتنشف من الماء ومن بعد غادي نجيب وحد الخلاط كهربائي وغادي نوضعها فيه كتسطحن كيف ما كتشوفوا معي غادي نوضعها في الخلاط ثومة غادي نضيف لها كمية من الثومة اللي احتهي بدورها شويتها في الفران غادي نطحنها جيدا بعد ما كنضيف لها هذيك الثومة ثومة بعد ما كتكونها كام شوية كنا نمسها على هذي شكل هادا ثومة نخرجها من القشرة لانني كنشفها بالقشرة لكي تحافظ على المكونات اللي في الداخل سوف نطحنها مزيان ونرجع معاكم هنه بعد ما طحنت الفلفلاء كنحطوه على معجون اللي هو على هذي شكل هادا كنجيب واحد المقلات فهنا ممكن نحتهد الخطوة ما تدروهاش إلا كانت نشفت مزيان غير توضعوها في هكا في واحد الإناء وتضيفو لها التوابي اللي غادي نضيفهم دابا وتضعوها في حد القريعة وتخليوها في كلاجة فرا كنت نفع بزاف في كتير من الوصفات انا وضعتها في المقلات كنضيف لها شوية مليحة مع القديل قصب ريابس نصف مع القديل كامون واحد المعين القديل الخل معلقة صغيرة وكنخليها فوق النار حتى تنشفت مزيان يعني نحسو أنه مبقاش فيها الماء بالمرة تنشفت مزيان تقولينها شفع عقدة هي ديجرة هي عقدة عندي وكن غنزيد نشفها مازال ما تتحريك المستمر كما كتشوفو فهد المعجون هدا كنضيفو في الصلصة في البيتزا كنضيفو في الماراق بني كنبغون طيبو المرقة العادية بالحي مخضيرة كنضيفو في السمك كي يجي رائع جدا فمعجون لكي يلق كنقدرون ندهنو بالخبز بعد ما ندهنو فيه صندويتشات ديالنا فمعجون لي هو مفيد ويعني مخصوش يخطان أنا ما كيخطانيش من تلاجة ديالي دائما كان متوفر عندي في البيتز أنا غادي نوضعوه في قراءة صار لي بعد ما نشفات السلصة غادي نوضعوه في القراءة وغادي نخليها حتى تتبرد تماما يعني ما نصدش عليها القنينة وهي ساخنة نخليها حتى تبرد بعد ما كتبرد كنغطيوها كنصدوها وكنوضعوها في تلاجة ديالنار كنحطو على واحد المعجون كنينه هو عاقد كيف ما كتشوفوا معايا فكنتمنى ان الفكرة انها تكونها تعجبكم اولا الفكرة اللي هي ديال الفلفلة بطريقة جديدة في الشي ديالها وكذلي كانتمنى هذه المعجونة هو يفيدكم في المطبخ ديالكم صافي هنا بعد ما عمرت القنينة كيف ما كتشوفوا معايا غادي نخليه حتى يبرد تماما وغادي نحصف ضويف تلاجة وكانت ديال فكرة اليومان اتمنى انها تناعجبكم مرة اخرى لا تساونيش من لايك وتعليق من تعليقاتكم الجميلة والرائعة